مرحبا بكم اليوم خبز يراجع ايام التالي اسمع انتساولي الكسكروتات والخبز واركزواني مع الخبز وفي الاباريه هذا حاجة بالحق رواع اول مرة ناكل ساندويتش ونحس روح يراضي عليه مية بالمية هنا اخذت اربعة كيسين فارينة الكاس متاعي كل عادة 250 مليلتر وانتوما الكاس اللي عندكم كيسين الحليب مثلا حتيت غرفة تقريب 15 جرام تلس 15 جرام ملح ومغرفة ونص كبيرة خميرة متاع خبز وإلا باكو نص خميرة متاع خبز خميرة فورية وحطيت له هنا عندي زيتونة مغرفة كبيرة زيت 15 ملي تهز وعندي زوز كيسين مية قد قدراني حتيتهم انا هوني ما حتيتوش لكل كاس الثاني خليت وحتيت عجاني لا نقص زيت جاي قد قد زوز كيسين مية وكل واحد بطبيعه فارينتو قدش بيشتهز تنجم تنز أكثر تنجم تنز أقل تنجم تنز قد قد انت ووش بيش تشرب لك وخليتو عجانتو وخليتو يخمر تعجنو بيديك بالعجانة باللي تحب انتي وتخليه يخمر خليتو ريتو كيفية تضعف الحجم متاعه ثلاثة أضعاف من بعد ما خمر بالقدي بالقدي طاوة بيش نجي ويتلسق البات تكون تتلسق مخدومة مليح اما في نفس الوقت تلسق متجمش تشدها بيدك إلا ما ترش عليها شوية الفارينة مش تتلسق معناها جارية ومرخية إلا جارية ومرخية رين يقص عجنين وإلا برشمين ونقسمها طوة 6 كورات الكمية هذية جابتلي 6 كورات ولا ستة خبزيت وكل عادة نخدم بالفارينة باش ما تلسق ليش ومبعد نكوارهم نكعبرهم ندخل فيه بلهوه لهنا يردوا بالنا باش ما تلسقش فيها ديما نحط الفارينة بحذانة مش بالزيت بالفارينة ونحطوها في الشيرة اللي قاعدين القيادين تطويفها نحطوها في الشيرة اللي تطويفها باش تقعد لك الفارينة وكتايب الصندويج وتقصوه في الوسط باش تطلع لك الفارينة نيام في وسط وهو ك الرش عليها بالفارينة باش ما يشيحوش اضع الخبز بالخبز نضيف الخبز نكمل الكل بنفس الطريقة نضيف الخبز ثم نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز كيف نحل الخبز بالقلقاء لا تكون جويدة الخبز اللبناني لا تكون جويدة لا تكون جويدة لا تكون جويدة نحلها قد قد نضيف العرض في صبوع ثم نضيفها 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 بمندلة أخرى نحلها بطريقة ومن بعد نضيف الفور ميونيز متعدار ميونيز متعدار بطاطا محمرة كركم ملح وفلفل أكهل طماطم خص طن ميونيز في ملح وزيت الزيتونة وزيت الزيتونة نضغط كل شيئ ملح وزيت الزيتونة طن كفلفل وطماطم شويتهم ورحيتهم وفواحتهم ملح وزيت زيتونة وكرويال وهذا الفورة بيتزا حبيتنا حكي لكم عليه اكثر وكثر قلتولي برشا معناها زيدا حكي لنا عليه وفسرنا معنا كيف اشي يخدموا كل راوريتو رزيستانس فما من فوقك في الخطاب تيهو رزيستانس من لوطة ديك الخامة قولينا تحت فما رزيستانس اخر يسخن من لوطة ومن فوق فهمت؟ هذي كي يدرش الحرارة متاعه توصل تقريب ميتين وثمانين حاجة هكا اكثر من الفور درش الحرارة متاعه توصل اكثر من الفور ما هي يسر في البيتزا وفي الخبزة هذي اللي تيب كيما في الحطب كيما في الفور متاع الحطب نقولو نحنا راهو فيسع فيسع يطيب فيسع 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 في ثلاثة دقائق الخبزة متاعك تكون هذا ما يخدش باشا وقت ماكس 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 الحاجة تيخذلك خمسة دقائق وفيه الحرارة من سفر للخمسة معناها نحن نتقص فيه تحطوه متوسط حطواتي شوفوا الخبزة لولا كيفاش طلعت يبدأ يبس راهو ومبعد يطرق نحطوه على جنب كيما نخرجوه في الفور يبدأ مش يبس يبس يعني يبدأ هكا مكبوس بعد بالبخار متاع وتنوريكم كيفاش يوليه مبعد توجيه نحطك الكعيبة الخبزة مين با دقيقة اقل من دقيقة يوليها كي يلونها او كنعمل عليها طلع نوري فيكم زادا في نفس الوقت وقت سيية حمار من الوطاء ولا جنيب وقتها نقلبها وليتوك الحريقة ذيكا هو كمتاع الريزيستانس ذيكا الفوقاني كيمس في الخبزة كيتراو الدخان دجا طالع يبعدوه يقلبوه فهمتا وإلا خلي الطاق الفوقاني بعيد كاليه بحاجة حط حاجة معني تستحمل الحرارة في الوسط هكا هي وإلا شدو انتي بيدك موش بش يخذ برشا وقت وبعدو علي بش ما يحرق لكش الخبزة الكل معني يحرف هالكل وليهنى حبيت نجرب معاكم خبزة فلك اليرفراير ولا الشفري اللي عندي هذيك منها شوية منها ايرفراير قلت خنجرب واحدة غاديكا وهذي نكمل طيبهم الخبزات الاخرين لهنى او كاليتو كالحرفة ذيكا المستكحلة وقد نقعد شددتو هاو كنقعد شددتو الفوق بش ما نكمل شي يحرق لي بشطي بشيره لوطاني ونعتيكم أستيوس أخرى إذا لقيتوا الطاق اللوطاني معادش طيب معنا هي قاع الخبزة ملوطة معادش طيب سكروا عليه في الفيرغ وخليه طويل فوقاني يسخن اللوطان وهذيك خبزة ليرفراير خرجت بلا علاقة بالشاس مفورة بيتزا وتشبه للفور الكبير كبشة طيبهم في الفور الكبير مش يخرجوكم بالطريقة ليريتوها مش بالطريقة هذي الطريقة هذي سبيسيال مع الفور الصغير هذي هذيك حبيت نوريكم الاختلاف مبيناتهم وهكا البلايس المحروقة تنشد حكا سكينة ولا اي حاجة نقرقش بهم تقرقيش وغطيتهم خلي كمل طيبتهم الكل وخليتهم اي عرقوا هكا شوية ومن بعد نجي نقصهم او كمزيلو شديد السخانة متاحهم وشوفو كالتراوة متاحهم شوفو من داخل كي خالية النحل اغزرويلي خفيف 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 نودكم نودكم ومش هيكم ماهوش نفس المطعم طيبو في الفورة يعني يقول هيلكم ذيك عليش ننصحكم قلت هيلكم من عمنا والاكتشاف بالنسبة لينا الفورة بيتزا هذيه وقد ما نطيب فيه عندي برشا ما طيبتش فيه تقول عليا نسيته انا كنت بخبيته وهالبريود نش بتطيب فيه صندويتيات المقلوبة البيتزا الخبز حاجة ليزي سريعة وتعرفوني انا والسرعة صحاب برشا نحب كي نقعد برشا في الكوجينة نحب كي نعمل حاجة ما نقفش عليها برشا وتخرج لي زيادة في نفس الوقت بنينة هيا الهني ساية كملت الخبيزات كما ترى وحليتهم وبحتيت الهني سلطة مشوية والهريسة والمايونيز مايونيز الدار واحد ويعطي كل بنا كي نقول لكم الكاسكروت رجعني سنوات التالي افكتيف ما رجعني سنوات التالي كاسكروت باب الخضرة متعقبل كاسكروت طابونة وصدقوني وابن والبات ابن والمطعم المايونيز ابن حتيت هيسة مايونيز وصلطة مشوية خلطتهم الكل وحتيت عليهم ابصل وهكو هوني الترتيب رتبه كما تحبون كل كاسكروت نعمل كيفيش حتيت سفنيريا والخص ونحط البطاطا قواتيه ونفق ببسطة ونفق بنا ونفق بطاطا ونفق بغطة ونفق بطن ونفق بطن وعطيت الطن ونفق بطن يجب أن يزيد الكبار والليمون والزيتون وعملت رشه ريسه من فوق وبعد ذلك يجب أن يكون الخضرة من فوق يجب أن يكون الأحمر الحلو يجب أن يزيد بنا على بنا ويجب أن نشاهيكم بصراحة حاجة طوب ننصحكم بها وكيف يزيد بالملحة وكيف يجب أن نضيف خبز وكيف يزيد من الخبز وكيف يزيدك وكيف يزيد الفور وكيف يزيد أجل من خبز وكيف يزيد وعندما يظهر يجب ان يكون لديهم مصرر ومعنى ان يكون هناك طعم ونصرر ومعنى ان تجد فور وقعد ثلاثة يام وقعد ثلاثة يام يشبع شعر يجب ان يكون مصرر وانهار الثاني وانهار الثاني وانهار الثاني ونكمل الكسكروت ونكمل الكسكروت ونقوم بخلاف البيتزا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة